مدرسة على الهواء أول حاجة تستمع جاداً للمدرس بتاعك أول كوستن كل اللي هتعمله بس المراضي مختلف عن سيكس برب يعني إيه اللي هنعمله كل اللي هنعمله إن انت تسمع قطعة كاملة باسج كاملة من التيتشر بتاعك بعد ما هتسمع منه هتحل انت اللي تشوز لوحدك هو يبقى عندنا جس وان كوستن دباند اون لسنين كوستن واحد هو المعتمد على اللسنينج الاستماع مش زي السنين اللي فاتت كان بيبقاتو كوستن لنبدأ 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 للمدرسة نمبر واحدة لسنينج الاستماعية كل اللي هتعمله ركز معي أنا دلوقتي انت مش هتشوف حاجة خالص ولا هتعمل أي حاجة خالص ولا هتحل لوحدك كل اللي هتعمل أنا تيتشر اللي داخليه لك وهقول لك دلوقتي قطعة هي مش مكتوبة عندك ولا موجودة عندك فانا اقول هلو ايام امير كل اللي انا قلته ده هيجي لك دلوقتي عليه تشوز انت هتسمع القطع كلها على بعضها مرة واحدة الوضع مختلف السنة دي في فرس سبريب عن سيكس بريماري كل اللي هتعمله انك تسمع القطع كلها على بعضها الباسج كلها على بعضها زي ما انما قلت مثلا هلو ايام امير مي داد ويركس انه هوسبيتال هوسبيتال يعني هو شغال في مستشفى هي ازا داكتور يعني بيعتني بصحة الناس دي كات كلمة جديدة اكاونتنت يعني محاسب اكاونتنت ويركس ويذ ماني يعني بيتعامل بالفلوس نشوف مع بعض القطع اللي انت سمعتها دي اللي انت هتحلها بقى لوحدك خالص لانها دبيند اون لسنينج نمبر وان بيقولك what's ameer's father احنا عرفنا ان هو ايه ادوكتور اوكي نمبر تو what does ameer's father look after احنا قلنا he looks after people's health يبقى what does ameer's father look after بيعتني بايه he looks after people's health يعني بصحة الناس نمبر ثري what does an accountant do بيعمل ايه المحاسب احنا كنا اغدين ان هو works with money works with money يعني بيتعامل بالفلوس does ameer want to be a doctor does ameer want to be a doctor هل هو عايز بقى doctor طبعا له قال when i grow up لما كبر you want to be an accountant عايز بقى محاسب no he doesn't no he doesn't طب اوكي دلوقتي كل اللي احنا عملناه في question number one اللي هو listening استمعنا للpassage وبعدها على طول جالنا four multiple choice يعني اربعة choose على ايه على القطعة اللي احنا سمعناها هو ده بس اللي depend on listening number two بيبقى complete the following dialogue question number two complete the following dialogue انت اللي هتعمله لوحدك محدش هيقوله لك يعني question number one انت ما بينفعش تحله غلما تستمع للايه للteacher بتاعتك استمع جيدا وبيحرص للايه كله معتمد على اللي انت هتسمعه القطعة اللي هتسمعه فيها كل الانسر بتاعت الايه طب what about number two number two ال dialogue ده انت هتعمله لوحدك كان السنة اللي فاتت انت بتسمع من التيتشر بتاعك وبتكتب لأ المراضي انت اللي هتحله لوحدك okay let's start question number two complete the following dialogue بيقول لي طوقة وليلا let's go to the music room that's a good that's a good طبعا هي بتبقى عارف ده expression على بعضه that's a good idea number two طوقة بتقولها what's your musical instrument musical instrument وكنا اغدين يونت كامل عن musical instrument الليها الالات الموسيقية اكيد هتقولها what's your favorite musical instrument ايه الالة الموسيقية المفضلة لكي هتلاها the piano طوالت لها do you practice it اكيد ال question هيبقى بيث تقالها ب how often how often لان الانسور بيقول لي I practice it وغيب لي space a week احنا عارفين ان لما بسأل بhow often how often يعني كم مرة يعني how many times يعني كم عدد المرات اجابي ايما بكلمة once يعني مرة واحدة او twice وممكن اقول بقى twice a day twice a week three times a week a month and so on يبقى لنا بوقفها كده في الاول واسبتها اللي هي كلمة once once يعني مرة واحدة ممكن اقول once a day يعني مرة واحدة في اليوم انا بمارس البيانو مرة واحدة في اليوم ممكن اقول زي اللي هنا مثلا twice a week ممكن اقول three times a month يعني ثلاث مرات في الشهر يبقى كل اللي عرفوا ان كلمة how often how often يعني كم عدد المرات how often يعني كم مرة لازم اجاب عليها once three times twice يبقى كده عرفت ان هو عشان جايب لي كلمة a week هكتب twice a week once a week three times a week اي عدد مرات انت عايزه لانها مش محددة لكن المرة الاولانية how often or how many times طب قبلها كان في what's your favorite musical instrument musical instrument يعني الالات الموسيقية طبعما كتب لي what's وموسيقى اكيد هيقول what's your favorite يعني الالة الموسيقية المفضلة اتلقى the piano البيانو اول حاجة خالص اتلقى that's a good idea good idea ده expression على بعضه لما يكون موافق على حاجة او هو بيقولك suggestion يعني اقتراحها تقوله that's a good idea يعني انها لا فكرة جايبة نشوف question number three هيبقى dialogue مني dialogue بقى يعني كأنه separated questions يعني اسئلة منفصلة ده كان dialogue على بعضه كله معتمد depend on the other كل حاجة معتمدة اول حاجة كلمتها يتلقى what's your favorite musical instrument ويتلقى how often do you practice it يعني بيتمارسيها كم مرة وبعد كده يتلقى I practice it twice a week كلها معتمدة على بعض لكن اللي جيدة هيبقى اسمه many dialogue many dialogue يعني just questions separated يعني منفصلة اسئلة منفصلة اوكي نسوف مع بعض question number three supply the missing parts in many dialogues اوكي طبعا ده طالما قالك what do you think يعني ask about your opinion يعني بيسألك عن رأيك يعني ممكن انت مش محدد بإجابة يعني انت ممكن تقول it's an exciting يعني ده حاجة ممتعة جدا مثلا او ممكن تقول I'd prefer او I'd rather انا بفضل مثلا the countryside انا بفضل حياة كذا الريف ممكن تقول مثلا I think it's very noisy الحياة في المدينة يعني مزعجة جدا ومليئة بالضوضاء ممكن تقول اي حاجة لانه بيقولك what do you think يعني هو مش بيحددك بحاجة ask about your opinion يعني بيسألك عن رأيك فهو هنا بيقول ask about the life in the city الحياة في المدينة كنا واغدينها واغدين the countryside الحياة في الريف هقول I think it's always exciting exciting يعني مثيرة وممتعة number two you are right but the streets are busy قال له انت صح لكن ال streets الشوارع دائما busy مش مقصود بيها أنا مجرور لها مقصود بيها كراودد كراودد يعني ايه مزدحمة اوكي I agree with you I agree with you طب what about number two حاجة منفصلة تماما عن number one number one is about the life in the city لكن انا هنشوف سوسا what about visiting our grandfather tomorrow what about visiting our grandfather tomorrow يعني بقول له ايه رأيك او بتقول له ايه رأيك نروح نزور our grandfather جدنا tomorrow هتلا that's a good idea فيه question وبعد كده هتقول yes he likes flowers yes he likes flowers انا المفروض ان انا اللي بكون الكوستشن على yes he likes flowers اولا اول ما بلاقي question في اس تلقائيا هجاوب بdoes يعني هسأل السؤال بتاع بdoes وطالما كمان الكوستشن بيبدأ بyes or no يبقى انا هبدأ الكوستشن بdoes هنا عملت ايه does he like flowers does he likes كل اللي عملته ان انا قمت الyes or no وبعد كده لقيت الverb في اس فسألت بdoes وعملت الكروس does he does he like flowers yes he likes flowers he likes flowers اوكي read and answer question ده الكمبرهنشن يبقى احنا خدنا كده question number one اللي هو depend on listening اللي هو lesson and choose the correct answer يبقى احنا هنسمع وعندي four choose وبعد اعمل ايه الcorrect answer اللي انا من لنا اسمعته طبعا اعمل عليه circle number two كان عندي dialogue قلنا ان ال dialogue ده محادسة بين اتنين هي كلها معتمدة على بعضها حوار بين اتنين انما ال question number three اللي هو اسمه many dialogue many dialogue يعني حوار قصير اللي هو just one question يعني انا هسألك سؤال وهترد علي او مثلا i agree زي number one قال له ايه قال له what about what do you think what's your opinion ايه رأيك about the life in the city الحياة في المدينة قال له i think it's always it's always ان هي دايما exciting اللي هي دايما مثيرة فقال له i agree with you but i think the streets الشوارع are too busy يعني مزدحمة جدا قلنا هنا بيزي مش معناها مشغولة لا ما اصدو بيها crowded مزدحمة قال له i agree with you طب كده خلاص خلص الماني dialogue ده عندنا number two كان مني dialogue تاني between ساوسان and her cousin بتقول له ايه what about going or visiting our grandfather tomorrow لا that's a good idea سألت سؤال كان عندنا space ومكتوب yes he likes flowers انا المفروض ان انا اعمل question على yes he likes flowers الquestion اللي انا ممكن اكونه اولا اول بلاء الquestion عندي او الانسر عندي فيها yes or no وانا عايز اكون او الحاجة omit or cancel yes or no او الحاجة هايه هاحذف ال yes or no بعد كده لقيت he likes flowers لقيت الفرب في اس يبقى تلقائيا انا اسأل ب does يبقى اقول does وعمل الكروس بقى does he هو بيقول he likes انا هسأل بdoes يبقى does he like flowers does he خد بالك ان انا قلت like ما قلتش likes لانه does اول ما بتتحط هي اقوى من الفرب فتقوم ايه زي حالفرب كده ويتمحوا ايه الاس او الاس او الاس منه وترجعوا الاصله تاني يبقى does he like flowers yes he does او yes he does او yes he likes flowers question number 4 بقى depend on reading هيبقى عندنا comprehension او passage comprehension يعني قطعة وانت هتقرها بقى لك انا قلتك اذا مرة القطعة دي يعني اذا جافت دي كده هدية منك من نرى لك ليه بقى اولا كل الانسورز موجودة في القطعة اللي قدام اكون بتبقى very simple and very easy سهلة جدا ان شاء الله عند القطعة بيجي عليها three questions اللي هو answer the question وبعدين two questions اللي هو multiple choice اللي هو choose the correct answer نشوف مع بعض القطعة we all need water to drink to grow food to wash and use in our homes يعني بقولي احنا كلنا منحتاج الماء علشان نشرب grow food علشان نزرع الطعام to wash علشان نغسل وشنا ونغتسل and so on and use in our homes ونستخدمه في بيوتنا but there is a problem you got مشكلة in many places في معظم الاماكن there isn't any rain for many months ما بيبقاش في اي امطار لمدة شهور on the other hand وعلى الناحية الاخرى some people use a lot of water بيستخدموا مية كتير when they brush their teeth مثلا بيجي يخسلوا اسنانهم they don't turn off the tab or while washing their hands وهم بيغسلوا اديهم أو brush their teeth بيغسلوا اسنانهم or have a shower don't they don't turn off the tab مش بيقفلوا الحناخيات yes we can save a lot of water نقدر نتدخر او نحافظ على المياه if we remember that a long shower لو تذكرنا كويس ان long shower uses a lot of water بيستخدم a lot of water بيستخدم مية كتير but a short shower uses only a little water يعني ان انا اعمل shower واخد فيه long time يعني ده هاز أو بياخد بي uses a lot of water بيستخدم مية كتير but a short shower uses only a little water so people should be careful to turn off the tabs لازم نعمل نبقى حارسين احنا نقفل الحنفيات and repair the tabs that often drab خدنا verba drab ده وقلتلكو قبل كده ان هو مهم لانه جديد عليك استنادي drab يعني ان احنا عندنا old tabs حنفيات قديمة فبتنقط مية اسمها drab وكلمة drab ده يعني لغبطك بين الاتنين دول drab يعني نقطة انما drab يعني يكون حاجة بتنقط مية اوكي؟ ناخد question number one answer the following question why do we need water؟ ليه؟ المفروض ان احنا بنحتاج المية ليه؟ كانت موجودة في اول line يقولي we need water عنا عايزة بقى complete answer full answer we need water احنا بنستخدم المية to drink علشان نشرب to grow food علشان نزرع الطعم to wash and use in our homes نستخدمها كمان في البيوت okay question number two how can people save water؟ برضو كان موجود في القطع اقرى القطع اكثر من مرة how can people save water؟ الناس ازاي تقدر تحافظ على المية وتدخيرها؟ people should be careful to turn off the tabs لازم يقفلوا tabs الحنفيات and repair the tabs that often drab and repair the tabs that often drab يبقى people should be لازم يكونوا حارسين to be careful to turn off the tabs and repair the tabs that often drab يعني اللي بتنقط مية لازم إليه الحنفيات القديمة نصلحها repair هنا برض بكونا واغدينوا ان repair معناها fix يعني نصلح okay question number three اوما بيبقوا three questions answer the following questions what should people do when they brush their teeth؟ كان إلينا الناس ويبتغسل أسنانها يجب ان هما يعملوا ايه؟ to save water علشان نحافظ على المية what should people do when they brush their teeth؟ people should turn off the tab خلي بالك ان off هنا بالضبل F off يبقى people should turn off يعني يغلق turn off the tab لازم يغلقوا الحنفيات عندنا بقى two questions لها choose the correct answer a long shower uses a water طبعا احنا كنا لسه إيلنها uses a lot of water a lot of water number two in many places there isn't وجايب لي space rain for many months for many months طبعا هنا عندي النفي وتلقيان طالما لقيت النفي بقى انا هاخد اني يبقى in many places there isn't any rain for many months اوكي دلوقتي عايز اقول حاجة مهمة جدا عشان جاتلنا في القواشن الاخير كلمة any احنا هنرجع سريعا كده لشان احنا كنا بغضين يونة مهمه كان بيتكلم عن مثلا ال countable now يعني الاحاجات التي تعاد الاشياء التي تعاد الاسماء التي تعاد و ال uncountable now يعني الاسماء التي تعاد الـ countable now مش الشيء الان بعرف عده بس لا الشيء الي اقدر اجيب له يعني اقدر اجيب منه جمع المثل المشهور بتاعلى حد يقول لي الماني زى ليس بقى فيها تبقى countable now ما احنا بنعد الفلوس لا طالما فيش كلمة money يبقى هي دي اسمها uncountable now انا بتكلم على الكلمة نفسها يبقى كلمة money دي uncountable known طب انا عايز اتكلم بنتعامل مع uncountable known ازاي والcountable known ازاي countable known يعني الاسماء التي تعاد اول حاجة بسأل عنها بhow many ولازم اجيب بعدها plural اجيب بعدها كلمة جمع في حالة الجمع يعني مش بس كلمة بتعاد لازم تكون في حالة الجمع يعني ما يفعش اقول how many chairs حتى لو هو موجود واحد بس وانا اقول there is one chair لكن فالquestion هو تكوينة السؤال كده how many لازم يجي بعدها plural لازم يكون كلمة طبعا countable noun كلمة تعد ولازم تكون في صيغة الجمع يبقى اقول how many plural لازم how many يجي بعدها plural طب اوكي بنستخدم ايه كمان مع كلمة a lot of كلمة a lot of بتيجي مع الcountable noun والuncountable noun يعني ينفع اقول there is a lot of rice يعني الريز ده لا يعد وينفع اقول there are a lot of a lot of apples apples طبعا تعد اوكي عندي كمان كلمة any اللي لسه جاء لنا كلمة any بقى بتستخدم دايما في الquestions في الاسئلة وفي الnegative يعني يقول there isn't any milk in the fridge يعني فيش اي لبن في التلاجة there isn't any وجبنا معاها uncountable noun اللي هو الملك طبعا كل الدرانكس كل المشروبات لا تعد طب number two ينفع استخدمها مع uncountable noun اه طبعا ينفع اقول there aren't any apples in the fridge ما فيش اي تفاح في الايه في التلاجة يبقى استخدمتها مع countable noun ومع uncountable noun المهم ان يكون في الquestion او يكون في الnegative انا قلت there isn't there aren't and so on يبقى كلمة aren't بتيجي طبعا مع plural وكلمة isn't بتيجي مع uncountable noun طب يبقى انا قلت countable noun بتاخد many عشان كده بقول how many بتاخد a lot of وكمان بتاخد كلمة any لانها بتيجي مع الاثنين الاهم بقى ولكان الجديد عندك انها بتاخد كلمة few few يعني قليلة من واحيانا بتعطي negative meaning يعني معنى النفي يعني انا اقول مثلا there isn't few money in my bucket يعني ينفع money no علشان money ده uncountable noun يبقى there isn't أو there is علشان هي بتعطي معنى النفي انا مش اجيب معنى اقول there is few few يعني قليلة من بس قليلة من جدا يعني يبقى there is few few مثلا few apples few oranges few desks few books and so on يبقى كل ما اتكلم عن حاجة countable noun يعني حاجة تعطي استخدم مع كلمة few لو للقليل وماني لو للكثير طب والuncountable noun الحاجات بقى التي لا تعطي استخدم معها much عشان كده بقول how much how much water that you have water طبعا uncountable noun how much chicken how much cheese how much meat and so on الuncountable noun استخدم معها how much كمل الكمية استخدم معها كمان قليلة من اللي هي little little يعني اقول there isn't أو there is لازم تيجي معها ايه الافرماتب there is little water in the glass مثلا في ما يقول ليلة جدا في الگلاس في الكباة يبقى little تيجي مع uncountable noun يعني قليلا من زيها بالضبط few لكن few بتيجي مع الcountable noun زي much much بتيجي مع uncountable noun يعني كثيرا من زيها بالضبط many مع الcountable noun يعني كثيرا من اللي بيجي مع الاثنين بقى لها كلمة a lot of a lot of يعني كثيرا من وكلمة any طبعا وكلمة some كمان بتيجي مع ايه مع الاثنين الcountable noun والuncountable noun لكن الفرق ان some لازم تيجي في الaffirmative في الجمل المثبتة انما any لازم تيجي في الجمل المنفية negative sentence اوكي let's start our new question القوشن الجاي بقى ده برضو قوشن جديد جدا على الفرق سنقول عددي ليه بقى لين ده the reader reader يعني قصة قصيرة اللي احنا اخدناها وكاد القصة بتاعتنا السنة دي the old man and the sea يعني العجوز والبحر بيجي عندك two questions اللي هو answer the question وtwo questions to the correct answer القصة كات so simple and so easy كات just four chapters هناخد دلوقتي مع بعض the reader reader اللي هي القصة the old man and the sea to the correct answer as Santiago was old fisherman he loved the very much بيقولك بالرغم من انه كان رجل عجوز صياد عجوز he loved كان بيحب the a very much طبعا احنا عارفين انه سانتياغو loved the sea very much and consider the sea his friend كان دايما بيعتبر ان البحر ده صديقه question number two a shark was killed by سانتياغو كام سمكة قرش قتلت by سانتياغو كنا قلين انه eight sharks was killed by سانتياغو وانا كمان انه eight sharks ate the marlin كنا واخدين القصة بتاعتنا اقلين ان eight sharks يعني ثمن اسماك من اسماك القرش eight اللي هو الفرب بتاعة eat الماضي بتاعة eat the past ate the marlin اكلت سمكة المارلين وخلتها skeleton يعني هيكل عظم answer the following question what is marlin هي المفروض marlin فيها L طبعا it's one of the biggest fish in the sea يبقى what's a marlin marlin قلنا ان المارلين دي من اكبر اسماك البحر it's one of the biggest واحدة من اكبر biggest fish in the sea اكبر الاسماك في البحر question number two في الانسر why do you think the old man the old man talked to the fish why do you think the old man talked to the fish كان لي بيتكلم مع سمكة ممكن يبقى لها جابتين ممكن اول واحدة will i think هو بيقولك what do you think why do you think برضو about your opinion about your opinion حاجة عن رأيك فهي مش محدد هتقول له i think because he felt هو كان حاسد that they almost became friends نوم ما اصبحوا اصدقاء i think because he felt هو شعر that they almost became friends نوم ما اصبحوا اصدقاء ممكن اقول كمان because he felt lonely without manoline يعني هو كان يشعر بالوحدة لان الرحلة دي manoline ما كانش معا فيها so i can say i think because he felt lonely يعني هو كان يشعر بالوحدة without manoline يعني بدون manoline المرة دي كان طالع الرحلة دي لوحده كي كده questions بتاعة the story خلصت تماما عندنا question جديد دلوقتي question depend on choose the correct answer زي ما انت معارف قبل كده انا قلتلك an advice مهمة جدا جدا واحنا بنصحح ما ينفعش لقيك مختار اكتر من اجابة واحدة choose the correct answer يعني لازم تجاوب اجابة واحدة بس يعني هو بيبقى جايب لك مثلا three choices ثلاث اختيارات or four choices لازم انت تختار منهم واحدة تلقائيا او ما بتختار اجابتين لو انت شاكك بس انو اخترت اجابتين طبعا السؤال ده بيبقى cancel للأسف بيتلغي خالص فما ينفعش يبقى our advice يعني to choose just choose just one answer طب number two اولا لازم تقرأ sentence دي لغاية الاخر يا اما يكون هو جايب لك علامة هو اكيد هيكون جايب لك علامة في الاخر مثلا كلمة yesterday كلمة now in the morning and so on يبقى لازم يكون جايب لك علامة يعرفك انت هتختاريه طبعا التوز دايما احنا عارفين ان هو بيبقى depend on grammar the structure يعني لازم يكون عليه كده جزء عن grammar the structure وجزء على new vocab اللي احنا اخدناه so هيبقى فيه مثلا for على grammar و for على new vocab the structure ده مهم جدا بقى حسب ايه دراستك طول السنة في اليونتس اللي احنا اخدناه so let's start our new choose the correct answer new question زي ما قلتلك قبل كده اقرأ ال question لغاية الاخر ما تاخدش اول جزء في ال question وممكن في الاخر خالص تلاقي كلمة تغير لك المعنى خالص ولذلك خليك منتبه جدا نقرأ ال question بحرس carefully لغاية الاخر just choose just one answer okay choose the correct answer نادية وعندي space بيقول لي نادية و space يعني انا هاختار حاجة بعديها a beautiful dress yesterday انا لو كنت اخدتها من اول الجملة كده نادية ممكن اقول where's على طول لان نادية دي مفرد يعمل سواء نحط معها اسم مع ال verb no طبعا انا قلت في الاخر خالص yesterday yesterday يعني بالامس يعني حاجة in the past so i will choose past verb ال verb in the past طبعا where يعني ارتدي ال past بتاع war war يعني ارتدى او لا بسياد يبقى نادية wore a beautiful dress yesterday اوكي number two it was cold yesterday برضو هنا الجملة في ال past لكن هو بقى مش عايزة نختار verb في ال past ولا حاجة احنا كنا واغدين so with that because والحاجات دي كلها هنقولها حالا it was cold yesterday لميا didn't want to go to the beach ما قدرتش اتوح للشاطئ يبقى it was cold yesterday هقول ايه why لماذا لا because يعني انبارح كان برد لقى ان لميا ما راحتش البيتش no اقول انبارح لذلك لميا لا كلمة so الاخيرة دي هي الانسور طبعا so يعني لذلك it was cold yesterday يعني انبارح كان الجو برد so ولذلك لميا didn't want to go to the beach القاعدة دي كانت مهمة جدا واحنا كنا واغدين نواغدينها في اخر يونة قاعدة so و because اللي اتنين عكس بعض يعني عكس بعض because يعني لأن واجيب بعدها reason السبب انما كلمة so يعني لذلك يعني اجيب بعدها result المثال المشهور اللي دايما نقوله لكم قول مثلا i was tired انا كنت تعبان i was tired yesterday انا كنت تعبان so النتيجة كتبقى result ايه i didn't go to school انا مروحتش المدرسة يبقى خلي بالك دا according to the meaning of the sentence دا طبقا لمعنى الجملة انت لازم تفهم معنى الجملة عشان طرف تختار so اللي هي بمعنى لذلك ولا كلمة because يعني لأن يبقى انا قلت i was tired tired yesterday so ولذلك i didn't go to school طب يلا نعكس الجملة كده اجابها من الاخر هقول i didn't go to school انا مروحتش المدرسة ليه because i was tired لأني انا هقولك السبب هو reason السبب because i was tired لأني كنت تعبان خدت بالك الفرق difference between so and because هي ملهاش قاعدة بقدر ان انت تبقى فاهم زي مقلت لك كده الجملة according to the meaning of the sentence طبقا لمعنى الجملة الجملة الاولانية انا بكلامه بقولك هنا قلت i was tired yesterday انا كنت تعبان مبارح so لذلك ايه بقى اللي حصل انت كنت تعبان إلا حصل النتيجة i didn't go to school انا مروحتش المدرسة طب انا لو عكست الجملة قلت السبب على طول في الاول i didn't go to school انا مروحتش المدرسة وبعدين ايه اقول ايه لأني i was tired لأني كنت تعبان اوكي عرفنا difference between so and because اوكي let's continue number three بيقول لي بيقول لي the bus leaves in two minutes there is a time to go to the shops لسه حيلا كنت بتكلم على ان الانكاونتبول نون يعني الاشياء التي لا تعد وتمينها طبعا ال time time يعني الوقت انا باستخدم معها ما يكون قليل هاستخدم معها ايه ولما يكون كثير هاستخدم معايا بيقول له ايه there is a time to go to the shops هنروح المحلات بيب اكيد عندنا وقت وفير كثيرا يعني يبقى هنا بيقول لي there is the bus leaves in two minutes فاضل ده ايه تنبس there is a time to go to the shops ما فيش وقت اصلا يبقى not enough not enough time to go to the shops لان to go to the shops ده احنا معايزين وقت وفير جدا يعني نروح المحلات بقى وكده فأكيد هناخد too much time لكن هو بيقول لي just two minutes left فاضل هنا two minutes طبعا two t-w-o دي اخطاء كده بس في الكتابة t-w-o احنا مش محتاجين نقول كده طبعا number two احنا عارفينه يعني وكي number four hair وجايب لي space house is next to a sports center جنب مركز الالعاب او المركز الرياضي but they don't like sports يبقى hair ايه ركز اوي كنا بغضلها ضمائر الملكية ودي مهمة جدا انا عايزة اراجعلي طبعا انا بتكلم عن ضمائر ملكية طب انا ما عنديش ضمير ملكية هنا وعندي اسمي يبقى تلقائيا لو اسمي مش بينتهي بالاس هحط apostrophe s في الاخر طبعا هنا grandparents grandparents هي اصلا جمعوا فيها اس لما بيكون فيها اس بحط apostrophe بس لما بيكونش فيها اس لو كنت بتكلم مثلا عن father هقول fathers احط apostrophe s انسوا يبقى هنا انا عايزة اراجع كده سريعا على positions اللي هي ضمائر ملكية اللي هي كنا واخدين الحاجات القديمة يعني اللي هي my اقول مثلا my jacket my book my laptop and so on كلمة حاجة ليها علاقة بيك انت يعني امير الملكية بتاعك انت process of pronoun ليك انت اقول لك your your name is nice اسمه جميل اتكلم مثلا عنه هو هقول his his jacket is nice اتكلم على هي her dress is red الفستان بتاحها هتكلم عن حاجة لنا our school is new اتكلم عليهم هما their family is happy اسرتهم سعيدة and so on يبقى دي كالضمائر الملكية the positive pronouns لكن اللي لازم يجي وراها نون انا زي ما كنت بتكلم لسه بقول my name his jacket her dress your name your father your grandparents and so on يبقى لازم ضمائر الملكية اللي انا لسه قيلها حالا دي يتبعها نون لازم يجي بعدها نون ما يفعش اقول كده my waist يعني هي مش هتدي ايه meaning خالص مش هتدي اي معنى ما يفعش اقول his waist لا لازم اقول his a his father his brother his jacket his shoes and so on يبقى لازم اجيب بعدها نون ضمائر الملكية الجديدة اللي احنا اخدناها السنة دي هو ده كان بيراجع لنا على الجزء ده ضمائر الملكية الجديدة اللي ادهلنا السنة دي قال ان هي ما يفعش يجي وراها نون خالص وانها ينفع تيجي في اخر الجملة زي ما مثلا يقول it's mine this laptop is nice it's mine it's mine يعني ده بتاعي ده ضمير ملكية بره يبقى الضمائر الجديدة اللي هي mine وكلهم بقى بينتهوا بالاس yours hers his his بتفضل زي ما هي لان هي منتهية بالاس كلمة theirs ours and so on يبقى كل اللي بينتهوا بالاس هما الجداد اللي معنا كلمة mine mine هي الجديدة كل دون ممكن يجوا في اخر الجملة ولازم ما يجيش بعديها نون ما يجيش بعد زي ما قلت it's mine بس it's yours ده بتاعك is it yours هو ده بتاعك واسكت على كده ما اقولش yours laptop لأ your laptop your لكن ها حطت الاس خلاص it's yours ده بتاعك دي دمقر الملكية في حاجة مهمة جدا بطلابة قوي لما يكون الاسم اللي عندي احنا عارفين انه في حاجة اسمها apostrophe s الملكية اقول مثلا no has jacket no has jacket يعني معنا ان الجاكت بتاع نوها no has brother ده معنا ان ده اخلوها no has laptop محمد's name محمد's name is nice اسم محمد جميل بتكلم عنه احمد's mobile mobile احمد يبقى انا لما بتكلم بحط الاسم apostrophe s الملكية اللي بعدها يبقى تابع ليها زي ما قلت لك احمد's mobile يبقى الموبايل بتاع احمد طب انا كده اتكلمت عن الحاجات اللي مش بتنتهي بالاس طب عندي حاجات بتنتهي بالاس زي ما كان جايبلي في القطعة دلوقتي او في الquestion كلمة grandparents grandparents اللي هما الاجداد دي يعني الجدود طب هنا بتنتهي بالاس كل اللي هعمله انه هحط apostrophe بس ما يفعش حط apostrophe s كمان لا هي بتتحط just apostrophe الquestion المهم جدا بتاعته مختلفة شوية بكتب whose وجيب بعدها كمان الشي اللي انا بسأل عنه يعني اقول مثلا whose pen is this المين ده whose pen جبت الحاجة اللي انا بسأل عليه وعشان هي طبعا singular يعني مفرد قلت whose pen pen is this خلاص طب لو جمع whose pens are these whose pens are these pens اللي هي عشان جمع عشان كده قلت are these يبقى تبعها تعرف ان كلمة pens عشان جمع خدت whose are وكلمة pen علشان singular مفرد خدت whose برضو بس ألب whose دايما يعني مثبتها وسألت ب is طب في حاجة كمان ليه علاقة بال possible pronouns اللي هي دموقة الملكية كلمة belong to belong to يعني يخص يعني بدل ما اقول it's noha's laptop يعني ده اللابتوب بتاع نوها ممكن اقول it belongs to noha it belongs يعني ده يخص يعني ده بتاع نوها ده يخص نوها يبقى عندنا belong to وعندي apostrophe s الملكية او لو الكلمة بتنتهي بالs احط لها apostrophe بس او ان انا ممكن اقول it's mine it's hers and so on وفيه كمان my with your with his with her with her with our كل دي اسمها الpositive pronouns كلها لان كان عندنا يونت كامل اسمه positions positions يعني الممتلكات اي حاجة باملوكة ممكن اقول بكذا صيغة احنا قلناها كلمة who's يعني ملك من اجاوب عليها بكذا طريقة نتكمل مع بعض number five دي قولي the opposite of dark is كنا واخدينها طبعا dark طبعا اش ما اقولها white white يعني ابيض لكن انا واحد دي ممكن اقول opposite بتاعتها black كلمة clean clean ممكن اقول clean طبعا يعني نظيف اقول ان opposite بتاعتها dirty كلمة heavy heavy يعني ثقيل اقول ان opposite بتاعتها كلمة light وكلمة light كمان light يعني منير او مضيء كلمة light كمان بتيجي على الاضاءة او نور عشان كده هي opposite بتاعت dark وكلمة light بمعنى خفيف كمان what can you look at to find today's date what can you look at to find today's date احنا بنبص في ايه بيقولك المفروض ان احنا بنبص في ايه to find today's date بيبقى مكتوب فيها تاريخ اليوم اوكي اسمها calendar calendar number seven زى سمسمية سمسمية دي ايه musical instrument وكونا واخدنا ودي Egyptian musical instrument ايه موسيقية مصرية بحثة is a kind of an instrument that is similar to the هي شبيهة بايه السمسمية شبيهة بايه اوكي بالجتار شبه الجتار وهي موجودة in Sinai موجودة في Sinai في Sinai اوكي number eight بيقولي we must stop the Nile from becoming a we must stop the Nile from becoming طبعا اكيد polluted وكلمة pollution قدناها جديدة السنة دي كلمة pollution يعني التلوث polluted يعني ملوث polluted يعني ملوث اوكي read and correct الquestion ده جديد جدا عندك هقولك كده سريعا المفروض ان انت تعمل فيه ايه لانه هو اول سنة يجيلك الquestion ده اسمه read and correct the underline underlined words هو بيجيب لي جملة وكتب لي underline تحت كلمة وهو بيقول لي ان يدي الكلمة دي فيها mistake الكلمة دي فيها خطاء المفروض ان انا صح طبعا تلقائيا من حكاية بقى ان احنا درسين structure والgrammar المفروض تبقى عارف لان هو ممكن فيه جزء منها يكون لي علاقة بالstructure ومعظمها بيبقى لي علاقة بالvocابل جديدة زي ما قلت لك ممكن يلغبطك مثلا الجملة تبقى محتاجة مثلا الverb drop وهو يحطها لك drop قلنا ان drop يعني نقطة انما drop يعني نقط زي ما قلنا لل old tabs drabs يعني بتنقط لكن كلمة drop يعني نقطة حاجات كتيرة بقى من هذا القبيل ممكن يجيبها لك ويلغبطك المهم من السهل في السؤال ان هو بيبقى معرفك ايه المستيك اللي موجود في السنتنس دي وعمل لك تحتيه underline كل اللي انت عليك انك تقرى الجملة يعني المفروض ان انت تبقى حافظ طبعا الكلمات احنا في اخر السنة حافظين الفوكابل الجديدة اللي احنا اخدناها طول السنة وكمان ال structure الجرامر كل اللي احنا اخدناه هنشوف دلوقتي مع بعض المسال ده سؤال جديد اول مرة ييجي للفرس تبريب اوكي تحت كلمة ويند تلقائيا كده بص كده على الجملة الجملة دي سهلة جدا هي مش محتاجة يعني اولا الجملة تي بيقول لي where did طالما جادب لي did يعني حاجة في الباست يبقى تلقائيا انا هجيب ايه الفربي ده مش ممكن يفضل في الباست احنا عارفين ان did و didn't بترجع الفعل الاصل ها يعني المفروض ان احنا نقول ايه طبعا نقولها go يبقى where did they go on holiday last summer المفروض يكون في question mark يبقى where did they go on holiday last summer خد بالك الفكرة كتعملة ازاي هي كتوينت ازاي وينت وينت في الباست ايه مسمى في last summer في الاخر اما انا قلتلك لازم تقرى ال question كويس هو عندك did وانا عارفة ان did و didn't تلقائيا او ما بلاقيهم برجع الفعل الاصل في ال infinitive فهتبقى go سهلة جدا number two بيقول لي mister sami المفروض اما طبعا تبقى capital mister sami likes the hotel but he thinks it's enough expensive enough expensive طب انا عايز اقول القاعدة دي برضو كان في يونت مهمة جدا وكنا بناخد قاعدة اسمها to والآجكتف لكن كلمة enough enough تبقى مختلفة يبقى to هي اللي بيجي وراها الآجكتف لكن لو enough enough بيجي قبلها الآجكتف دي قاعدة احنا كنا واخدنا قاعدة to و enough اوكي يبقى هنا هقول ايه ما ينفعش اقول enough expensive no هو جايب للآجكتف بعد الحاجة اللي عندي دي يبقى انا هنا ما ينفعش اقول enough لا هقول to طبعا يبقى mister sami likes the hotel هو حابب او معجب جدا بالفندو ده but he thinks هو يعتقد it's too expensive ان هو غالي جدا اوكي number three this medium jacket is too big can i try a large one please خلي بالك ندي depend on the meaning of the sentence بيقولك this medium jacket يعني الجاكت ده وهو medium is too big ده كبير اوى علي بقى انا تلقائيا هاختار ايه هاختار لsmall one مش كمان هجيب الاكبر large ده طبعا depend on the meaning of the sentence ده معتمد على معنى الجملة وانك تبقى عارف ان الميديم ده هو المقاس الوسط في sizes يعني كنا واخدين small او الحاجة بعد كده medium بعد كده كلمة large يبقى هنا تلقائيا هعمل ايه هخليها small one يبقى this medium jacket is too big can i try a small one please هو دايما القواشن ده بيجيلك three points او three items يعني تلات وحدات او تلات نقاط بس واحنا عملناه وكان سهلين اول واحدة كان depend on the structure والgrammar لقيت did فجبت بعدها go تاني واحدة برضو ليها علاقة بالgrammar علشان عارفة ان قاعدة two بتيجي بعدها ال adjective اخر حاجة بقى ليها علاقة بالبكاب اللي احنا كنا وغدنا دلوقتي هنيجي عند القواشن الاخير لكن انا قبل ما اتكلم عن القواشن number 8 عايز اقول ان اللي فات ده كان مهم جدا في حاجة قاعدة two علشان دي بتلغبط قاعدة قاعدة two و enough two اللي هي double o two انا اقيل ان the two بيجي بعدها ال adjective adjective اللي هي الصفة علشان كده قلت it's too expensive too expensive ما يفعش اقول enough expensive ليه؟ لان enough عكس two two بيجي بعدها ال adjective انما enough بتيجي قبليها ال adjective كان ممكن اقول ايه expensive enough او cheap enough او old enough او small enough and so on يبقى كل الفرق between two و enough ان two يجي بعدها ال adjective تيجي بعدها الصفة زي ما قلت too hot يعني سخني جدا this is too hot طب لو عايز استخدم enough اقول ايه hot enough يبقى جيب الصفة قبل hot طب قلت في اخر واحدة ده ليه علاقة بالsize الماسات وقلت ان احنا دي يعني ده وكاب سهلي جدا اول حاجة اول ماس خالص اللي هو small بعد كده medium الوسط بعد كده large كان لازم تبقى عارف دول علشان تعرف تحل number 3 هما يجولك it's very simple and very easy ان شاء الله الكوستيون ده بس لازم تبقى حافظ الكلمات ولا structure number 8 اخر كوستيون عندك دايما بيجي على writer writing يعني الكتابة ياما تكتب بقى email ياما تكتب paragraph وغالبا بيبقى paragraph وغالبا بيجي لك عن حاجة احنا اخدناها طول السنة مثلا كنا بنتكلم عن Egyptian food الطعام المصري وملوخيا and so on ممكن يجيب لنا قطعا The Egyptian food ده ممكن يجيب لنا عن ايه كمان خدنا كمان The Egyptian Musical Instruments يعني الالات الموسيقية المصرية زي السمسمية والشبابة والربابة والطابلة البلدي كل ده احنا وغدينه في يونت كامل كنا وغدين قطعة كاملة عن High Dam السد العلي أو Aswan Dam The Aswan Dam سد Aswan كنا وغدين قطعة مهمة جدا عن Water وعن Pollution التلوث كل الحاجات دي ممكن يجيلي منها وازاي طبعا To how to save water كل ده ممكن يجيلي منها قطعة فلاحة كنا وغدين يونت كامل كمان عن The Life in the City الحياة في المدينة A Life in the Countryside Countryside اللي هو الريف يبقى احنا كده هل دلوقتي جايب لناك حاجة ان شاء الله بإذن الله الحاجات اللي احنا بنقولها دي تجيلك بكرة ان شاء الله لقينا زي ما قلت لك كله مش هيخرج من الكتاب نشوف مع بعض بيقول لك غالبا بيبقى من سكس سنتنس كونتري سايد يعني حياة الريف بص احنا كتبين في هاي كلام منظم جدا جايبينهم البوك بتاعنا كمان البوك بتاعنا كان جايب لنا قطعة عن الكونتري سايد كان يستخدم الجمع اللي عندنا اللي انها صحيحة جدا عشان حتى ما نطلق بطش يعني بعض الناس بتفضل الحياة في الريف الريف هادئ ممكن كمان اقولها قولنا فرش هنا مش بمعنى طازق لا فرش هنا بمعنى نقي اللي هو هناك طبعا كلينا فرش يعني الحياة هناك بطيئة جدا ورث ما هادي طبعا ده طبعا عكس الحياة في المدينة سريعة جدا لو هنعلم مع بعض احنا احنا يلينا سيكس سنتنس هنا جايب لي نمبر وان هو لغاية الفلسطوب عشان كده بعدها كتبت بالكابتال لاتر كلمة the countryside كتبنا كده number one some people prefer life in the countryside بيفضلوا الحياة في الريف the countryside is quiet يعني الريف هادئ the air is clean and fresh there الهوى هناك pure يعني هو نقي ونظيف life in the countryside is slow الحياة بطيئة people there are kind and friendly the last one it's cheaper to live in the countryside طبعا الحياة هناك it's cheaper than life in the city ارخص من الحياة في المدينة احنا عملنا سيكس سنتنس بس انا عايز اقولك ادبايس مهمة جدا يا ريد وانت بتعمل الكواشن ده بازات هو بيطلب منك سيكس سنتنس انت تعمله مور دان سيكس اعمل اكتر من ستة ليه واحنا بنصحح بنلاقي ناس خلطانين في جملة معينة لو انت عامل بقى seven sentence eight sentence بدورلك في الجمل الزيادة اللي انت قيلها وممكن اديلك الفول مارك في الاخر مش ممكن ده اكيد طالما انا جبتلك ست جمل من كل اللي انت كاتبوا دول correct spelling and correct structure خلاص انت هتاخد الفول مارك احنا جده خلصنا مع بعض الاجزام ده بس احنا معنا الاجزام ده طبعا احنا كده خلصناه هناخد revision سريعة زي ما قلتلك اللي احنا اخدناه هما بيبقوا eight questions number one واحد بس هو معتمد على الاستماع ما ينفعش يتحلو غلما تستمع من من ال teacher بتاعك هال passage هي بتبقى قطع بسيطة جدا بيبقى عليها number two بيبقى عندي dialogue dialogue يعني حوار وبيكون كله معتمد على بعض number three بيبقى عندي many dialogue من يضايلك ده بقى اللي هو just question and answer يعني من يضايلك حوار بس قصير بعد كده بيبقى عندي comprehension يعني قطع بيبقى عليها three questions اللي هي answer the following question وعندي two questions اللي هو choose the correct answer الجديد عندك السنة دي كمان the reader reader يعني القصة عندك the old man and the sea العجوز والبح بيبقى عندي فيهم two questions اللي هو answer the question the following question وعندي two اللي هو choose the correct answer يعمل ايه الاختياري ونعمل كمان answer the question عندي question جديد جدا السنة دي اللي هو بيقولك correct the underlined the underlined words يعني هو عاملك كلمة وحطط لك تحتها underline يبقى حطط لك خط انت عارف ان الكلمة دي فيها mistake كل اللي هعمله ان انا هعمل correct للwords اللي فيها mistake اوكي ده سؤال جديد عندك كمان question اللي choose معروف جدا كل سنة بناخده ده بيبقى depend on the structure الجرامر ودبند on the new vocab or new words عندي اخر question عندك depend on writing ده مهم جدا بيقولك write a paragraph of six sentence انا قلتلك my advice to write more than six اكتب اكتر من ستة زي ما قلتلك لو افتراضا يقدر الله ان انت اغلطت بجملة احنا بنضور لك على اي جملة تانية صحيحة علشان نبديك الفول مارك اوكي ناخد دلوقتي مع بعض revision سريعة كده كمواحد choose كده علشان نراجع برضو على structure والnew vocab اوكي number one بيقول لي did marwa طالما سأل بدد يبقى لازم هجيب بعديها الverb مفوش حاجة خالص did marwa space a new camera last week a new camera last week اوكي طبعا هتبقى buy علشان عندي did بحدش يقرى كلمة last week بس قولك ده ماضي انا هاخد put لا طبعا احنا عندنا did number two shopping on the internet on the internet the internet is easy and quick a i like it اكيد هتبقى so ولذلك انا بحبه ال shopping اللي هو التسوق on the internet على الانترنت is easy سهل and quick وسريع so لذلك بيقول لي ولذلك انا بحبه so i like it number three let's وجايب لي space posters about pollution كده كلمة poster كنا واغدين القطعة دي ومهمة جدا كنا واغدين design posters design posters about pollution هنصمم posters يعني ملصقات عن pollution عن التلوث وكي number four computer studies عندي space my favorite subject هيكون ايه انا بكلم عن ال computer studies it's a subject يعني هي مادة it's a subject يعني هي a subject هي مادة دراسية يعني هي مفرد is my favorite subject number five we must hurry to a the bus to حلوان to a the bus ينفع make يعني يصنع ولا to give or to catch or to paint paint يعني يلون او يدهن طبعا هتبقى to catch catch a bus احنا دايما واغدين انه وسائل المواصلات يأما اجيب معا verb miss يعني راح مني المواصلة دي miss يعني افقد او كلمة catch يعني يلحق بي يلحق بي فبيجي مع ال transportation وسائل المواصلات the streets of cairo are full full people buses and cars يبقى هنا باتكلم عن streets of of cairo شوارع القاهرة are full full of full of اللي هي just one f اللي هي بتنطق of full of people مليئة بالناس buses يعني بالاوتوبيسات and cars بالسيارات number seven we should be a unkind to tourists tourists يعني الأجانب we should be المفروض نبقى friendly طبعا friendly يعني حد ودود ولطيف كلمة bad طبعا يعني سيء unkind يعني غير طيب يعني و impolite كلمة polite يعني مؤدب impolite يعني غير مؤدب مش معقول هيكون كل الصفات اللي هي bad behavior دي لا طبعا نقول we should be friendly لازم نبقى friendly and kind to tourists okay number eight different parties of Egypt يعني أجزاء كثيرة من مصر have different musical traditional or traditions and a okay طبعا بيكلمني هنا instruments traditions and instruments instruments لها الآلات الموسيقية زي ما قلتلك عندي في صعيد مصر upper Egypt كان بيبقى مشهور بالطبلة البلدي خدنا كمان السمسمية والشبابة والربابة and so on ده في unit كامل كان بيكلمني عن musical instrument answer is a than has answer is وعندي space than has هنا طبعا طالما كلمة than موجودة ده هنا أنا بقارن مقارن صفات القاعدة دي معروفة جدا لما أكون بقارن بين اتنين لازم تعرف القاعدة لما أكون بقارن بين اتنين لازم أحط er على الصفة وبعدها than يبقى لما قارن بين نهى ومحمد هقول مثلا محمد is taller than نهى كل اللي أنا عملته إن أنا حطيت للصفة er وبعد كده حطيت كلمة than ده لما بقارن بين اتنين في نفس الصفة ولازم تكون short adjective يعني الصفة قصيرة يعني الصفة قصيرة يعني الصفة اللي بيكون عدد حروفها قصير وليلين يعني زي كلمة tall short fat thin and so on يبقى هنا طبعا تلقائل لما لقيت كلمة than هاخد younger than حازم younger طبعا اللي بعد هي hasn't got a sisters hasn't hasn't got وحطيت لي space with sisters أنا لسه هازنت طبعا ده negatif طالما لقيت negatif غالبا يعني لأن إحنا كنا واخدينها في حاجة تانية ان mini ممكن تيجي مع النجاتف بس لا لأن طبعا hasn't got هيجي معاها any طبعا any عيلالك بتيجي في question وبتيجي كمان في النجاتف يبقى hasn't got any sisters ما عندوش إخوات بنات كان عندنا قطعة مهمة جدا عن كايرو المترو في القاهرة والمترو ده equal the underground underground اللي هو المترو الأرضي كنا واخدينها دي معلومة واخدينها في القطع في أفريقيا في قارة أفريقيا thank you for وعمل لي space my questions thank you for خلب لك thank thank is for أولا thank بيجي بعدها preposition for ولما بيجي بعدها preposition for بيجي بعدها verb plus ing ده حق اسمها الجيرند جيرند يعني verb plus ing يبقى كده زي كلمة مثلا good at look for and so on يبقى thank you for answering my questions questions بشكرك ان انت حلتلي الاسئلة بتاعتي okay there is a juice in the jug I don't need anymore انا مش عايز تاني يبقى كده تبقى لمعنى الجملة وبيلي انا مش عايز تاني يبقى المفروض ان في ايه juice في كتير او في كافي طيب اقول ايه بقى هنا انف وهنا قاعدة مختلفة شوية كنت الا لكن انف لازم يجي بعد قبلها الصفة وكمان انف ممكن تيجي بعد verb to be هنا قالي مفيش اي صفة خالص وبيلي there is enough juice جاي بعد ديها نون وهي نفسها جاي بعد verb to be يبد there is enough juice يعني في juice في عصير كافي in the jug I don't need anymore مش عايز تاني ا ا ا وقايب space is someone who buys things at a shop من الشخص اللي buys يعني بيشتري things at a shop طبعا اسمه customer customer اللي هو الزبون او العميل يعني الزبون اسمه customer هو someone who buys things at اشمه اللي بيشتري الاشياء من المحل هسته اللي تشوز we buy flowers at there احنا بنشتري flowers دي برضو الاماكن دي احنا كنا وغدينها كنا وغدين اماكن مهمة جدا للسنة دي كنا بنتكلم مثلا عن number one كنا وغدين الكامستس الكامستس اللي هو الصيدلية وشغال فيها الصيدل وقلنا ان احنا يعني نقدر نشتري منها الدول طب هنا عندي بيقول لي we buy flowers at there بنستخدم هنا كلمة florists florists يعني محل اللي بيع اللي هو flower shop flower shop محل اللي بيع الزهور a or an a is a building of over 14 flowers ودي كنا وغدينها في قطعة مهمة اسمها بقول لك more than for over يعني more than 14 floors يعني اكتر من 14 دور هيبقى sky scrapper sky scrapper اللي هو ناطحات السحاب ناطحة السحاب هي اللي بيطلق عليها is a building of over 14 floors floors okay nor always a to school space to school he goes to school by bicycle هو nor always a to school he goes to school by bicycle طالما bicycle هياخد معاها الverb cycle cycle اللي هو يقود الدراجة تيجي مع bicycle وال bike cycle اللي هو يقود الدراجة number 18 علي hasn't got a money علي hasn't got و I gave the space money خلي بالك هنا في نفي فالمفروض ان انا هحط كلمة any هنا في نفي فانا هحط كلمة any طب انا انا عايز اشرح لك حاجة مهمة جدا الفرق بين any و no ان any لازم يجي بعديها او يجي معاها في الجملة انا الى لك قبل كده لازم يبقى فيه negative لازم يبقى فيه نفي انما no it gives negative meaning هيبطي معنى نفي لكن انا ما جيبش معاها نفي اوكي يبقى there isn't any money يعني الى حد ما حاولنا للم حاجات كتير من المنهج بتاعنا وعملنا بتاع الايجزام ان شاء الله بإذن الله فيه موارة تانية نلحق نديكم حاجة كمان في الايجزام wish you all the best wish you good luck thank you and good bye